مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب فعلا احنا بنسعد كل مرة نلتقي فيها معاكم وبنصلي ان يكون هذا البرنامج هو سبب بركة كبيرة لحياتكم وكمان احنا بنرحب بكل مدخلاتكم البرنامج بيبقى متزاع ايضا على الفيسبوك مباشر وعلى قناة الحياة وبيوضع بعد كده ايضا على اليوتيوب وممكن كمان تدخلوا على الحياة.com وتتفرجوا ايضا على البرنامج مباشر او على قناة الحياة باستمرار بصفة عامة على الحياة.com وكمان الحياة لها اب على سواء اندرويد او على الابل فون فتقدر ان انت تنزل الاب دوا وتقدر ان انت تتفرج وتشاهد قناة الحياة في كل مكان وفي اي وقت انت تريده بنرحب ده زي ما قلت بحضراتكم وبمدخلاتكم ونحب دايما نسمع منكم ارقام التليفونات موجودة على الشاشة وكمان عندنا سواء ارقام قناة الحياة للاتصال بينا او كمان في الواتس ااب الخاص ببرنامج عبر الكتاب ممكن ايضا تتواصلوا بي من استخدامه وتتواصلوا معنا من خلاله الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن موضوع مهم جدا والنهاردة هو مش تكملة لكن حلقة مستقلة لكن مبنية على اللي قلناه الاسبوع اللي فات عنوان حلقة اليوم وبعدين هقول الاسبوع اللي فاتت قلنا ايه عنوان حلقة اليوم هو المسيحية في تمن حقائق هتقول لي ايه ده المسيحية تلخصتها في تمن حقائق في اساسيات في الايمان المسيحي حقائق اساسية جدا هي التي تجعل الايمان المسيحي ايمان مسيحي كويس الاسبوع اللي فاتت تكلمنا كان في حلقة عن هل كل الاديان تعبد نفس الاله وقلنا انو متى نشأت الديانات وكيف نشأت الديانات وكلمنا ازاي انو الديانات العالم مبنية على فكر الانسان وعلى بحث الانسان عن الله سواء رأى بحسب فكره الشرير في اله غير معروف او حط هذا الاله في تصور له كوثن شمس امر اشخاص حيوانات الى اخر وقلنا انو المسيحية تختلف عن كل هذا لان الايمان المسيحي مبني على اعلان الله عن نفسه الاعلان المكتوب والاعلان ايضا المتجسد الكلمة المكتوبة كلمة الله الاجتاءة المؤدس وكلمة الله الازلي شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي تجسد عشان كده بيقول لنا كاتب العبرانين ان الله قديما بعدما كلم الاباء بالانبياء وبانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه فكمال اعلان الله عن نفسه رأيناه في شخص يسوع المسيح وقلنا انو توحيد الاديان هي فكرة شيطانية الغرض منها هو اختزال الايمان المسيحي شفنا انو ازاي انو احنا كلنا بنعبد الاه واحد فخلينا كلنا نأتي الى الكومن او الشيء اللي احنا بيجمعنا كاديان مختلفة وهو الايمان بالاله مين الاله دوان طب طبيعته ايه طب اعلاناته عن نفسه ايه مش هي دي المشكلة المهم انت بتعبد الاه وانا بعبد الاه فاحنا كلنا بنعبد نفس الاله وشفنا الصورة اللي قدمتها لحضراتكم صورة الست اشخاص اللي غموا عيونهم وودوهم الى فيل كبير وكل واحد من اللي كان منتغم عينه ده حطوه في ناحية من النواحي الفيل فواحد مسك الديل قالك ده خرطوم واحد مسك الرجلي قالك ده شجرة كبيرة واحد مسك جسمه قالك ده حيطة فالفكرة بتاعتهم انو كل دين عنده جزء من الحق وما فيش حد عنده الحق الكامل وبالتالي احنا نحتاج الى بعضنا البعض هذا الفكر غير كتابي لانو المسيح يسوع هو الحق المطلق وكلمة الله ايضا هي الحق والله اعلن لنا ذاته في المكتوب وفي شخص يسوع المسيح وعشان كده عندنا الاعلان الكامل عن شخص الرب نهارد ده هكمل واقول المسيحية في تمن حقائق ما الذي يعني يعتبر جوهر الايمان المسيحي نعم كلنا متفقين ان المسيحية هي المسيح كويس لكن هناك اساسيات في الايمان المسيحي تجعل المسيحي مسيحي والذي لا يؤمن بهذه الاساسيات يعتبر خارج الاطار الايمان المسيحي وعش كده الحلقة كلها استخدمها النهارده عشان اوضح الجوهر في الايمان المسيح تمن حقائق اساسيين في الايمان المسيحي في عندنا حقائق اساسية وفي عندنا حقائق اخرى ممكن نختلف عليها كمسيحيين بمعنى ايه يعني كلنا نتفق مثلا على لهوت المسيح ومش ممكن تبقى مسيحي الا اذا امنت ان المسيح هو كلمة الله الازلي الابن الازلي الذي صار جسدا كويس لكن ممكن نختلف على مواهب الروح الكدس ممكن نختلف هل المواهب اللي هي فوق طبيعية دي موجودة ولا مش موجودة ممكن نختلف على طريقة المعمودية هل المعمودية بالتغطيس ولا بالرشد ممكن نختلف على بعض التفاصيل المرتبطة بمجيء الرب يسوع سواء البعض بيؤمن بالملك الالفي الحرفي او بيؤمن بالملك الالفي الرمزي الى اخره دي كلها اختلافات لما نختلف عليها نحن ما زلنا جوه الاطار الايمان المسيحي لكن ما ينفعش اكون جوه اطار الايمان المسيحي وانكر لهوت المسيح عش كده بنفي حقائق اللي اكلم عنها النهاردة دي حقائق اساسية مهمة جدا في ايماننا المسيحي احاول الاخص هذه الحقائق في one slide يعني في سلايد واحد كلهم على بعض وبعدين هتناولهم واحد واحد شوية بالتفصيل خليني ابدأ باول واحد كويس اول واحد اول واحد اول حقيقة في ايماننا المسيحي نحن نؤمن بإله واحد موجود بذاته سرمدي خالق كل الأشياء واحد في الجوهر مثلث الأقانيم آب وإبن والروح قدس ده مرتبط بالله طبيعة الله كويس طبيعة يهوى طبيعة الإله الذي به نحيا ونتحرك ونوجد ما فيش واحد يكون مسيحي ما يؤمنش بكده يعني ما ينفعش تنكر الثلوس وتقول ان انت مسيحي كويس لان ايماننا المسيحي وايماننا في شخص يسوع المسيح مرتبط بايماننا بالله الواحد والوحدانية الجماعة كلم عن الجزء ده شوي بالتفصيل بس انا ها حول احط التمانية مع بعض الجزء التاني او الحقيقة التانية نؤمن بان الانسان ودي مرتبطة بالانسان نؤمن بان الانسان خلقه الرب على صورته وشبهه ولهذا للانسان قيمة في عين الرب احنا غير باقي الحيوانات وغير باقي الخلائق الانسان مخلوق على صورة الله كائن مميز مميز في طبيعته مميز في امتيازاته مميز في واجباته ايضا ومسئولياته ويس دي حقيقة مهمة جدا وعلى هذا الاساس ايضا هنتكلم انه لي بنرفض او الكتاب بيرفض التطور المرتبط بانه الانسان جاء من كائنات اقل شأنا وتطورت وصارت الى الى بشر لكن الحقيقة التانية مرتبطة بالانسان يبقى الحقيقة الاولى مرتبطة بشخص الله بطبيعته الحقيقة التانية في الايمان المسيحي مرتبطة بالانسان الحقيقة التالتة مرتبطة بالانسان وعلاقته بالله كويس يعني جامعة الاتنين القبل كده مع بعض الحقيقة التالتة بتقول ان الانسان سقط واصبح بالطبيعة خاطئ ولهذا انفصل الانسان عن الرب ونحتاج الى الفداء دي حقيقة مهمة جدا لانه على اساس انه انا انسان خاطئ وعلى اساس انه انا بسبب الخطية انفصلت عن الله على هذا الاساس انا محتاج الى فداء وعلى هذا الاساس اتى يسوع المسيح لكل المجد لكي ما يفديني ويخلصني بموته وبقيمته من بين الاموات فالحقيقة دي مهم وعش كده ما اقدرش اقول انه انا او البشر بصفة عامة كويسين بعيدة عن الله وانه هما مش محتاجين الى فداء لانه الواقع بيأكد شر الانسان والحق الكتابي كما اعلنه الرب لنا ايضا بيؤكد شر الانسان واحتياجه الى فداء الحقيقة الرابعة حقيقة الرابعة عن الايمان المسيحي اللي هي نؤمن بان يسوع المسيح كلمة الله الازلي الابن الازلي تجسد وولد من عزراء او بحسب ما قالنا البشير يحنى بالتعبير الكتابي كما هو في انجيل يحنى والكلمة صار جسدا وحلى بيننا ده بيكلمني الجزء ده بيكلمني عن طبيعة المسيح ازلية المسيح انه المسيح صار جسدا وبيكلمني عن طبيعة شخص المسيح انه ازاي انه اللهوت اتحد بالنسود حقيقة ده مهم طبعا لو انتوا قاعدين قدامي في فصل كده يعني بدرس فيه هحاول سمع الحاجات دي على حضراتكم لكن يعني انا وصل الى اليكم من خلال البث المباشر فلكن اتمنى انه الحقائق دي فعلا نحفظها احنا كلمنا عن اربع حقائق لحد الوقت الحقيقة الاولى مرتبطة بطبيعة الله بوجوده بانه خالي بانه سرمدي بانه واحد في الجوهر مثلس الاقنيم الحقيقة التانية مرتبطة بالانسان انه مخلوق على صورة الله وعلى شبهه وعشان كده الانسان له قيمة كبيرة عند الرب حقيقة التالتة ان الانسان عنده مشكلة هذه المشكلة تمثلت في السقوط وفي الخطية وانفصال الانسان عن الله وبالتالي احتاج الانسان الى فداء الحقيقة الربعة انه الله لم يكن متفرجا على الانسان في خطيته ولم يشمت الله في خطية الانسان لكن الله اعد خطة لفداء الانسان هذه الخطة هي ان يسوع المسيح الكلمة الازلي الابن الوحيد الازلي اتى الينا متجسدا يبقى دول اول اربع حقائق واضحين اتمنى انهم يكونوا واضحين ونكلم عن واحدة واحدة شوية بالتفصيل لكن هنكمل بقيت الحقائق الكتابية الحقيقة رقم خمسة نؤمن ان يسوع المسيح تألم ومات على الصليب نيابة عنا كذبيحة كفارية عن خطيانا يبقى يسوع المسيح تجسد لكن الغرض من تجسد يسوع المسيح هو ان يتألم وان يحمل عقاب خطيانا على الصليب ودي حقيقة جوهرية جدا ما ينفعش اكون مسيحي الا بالايمان بعمل يسوع المسيح الكفاري من اجلي ومن اجل خطايا ما ينفعش ان انا اكون مسيحي وانكر ان المسيح قد صلب ما ينفعش ان انا اكون مسيحي وانكر ان المسيح قد مات نيابة عني هذه حقيقة جوهرية تضاف الى الحقائق الاولى الاربعة اللي كلمنا عنها الحقيقة رقم ستة يسوع المسيح تألم نعم وصلب نعم لكن الحقيقة رقم ستة هي اننا نؤمن ان يسوع المسيح قد قام من بين الاموات منتصرا في اليوم الثالث ودي حقيقة مهمة جدا وزي ما قلت ما ينفعش اكون مؤمن بالرب يسوع وانكر قيامة المسيح القيامة الجسدية للمسيح القيامة الفعلية للمسيح ان المسيح قام وانه ظهر حقيقة قيامة المسيح وحدة من الاسس التي يبنى عليها الايمان المسيحي حقيقة رقم سبعة ان يسوع المسيح الذي سعد سوف يأتي ثانية ودي حقيقة مهمة جدا حقيقة مجيء المسيح ثانية ليدين الاحياء والاموات حقيقة اكتمال خطة الله كلها بمجيء المسيح طبعا هناك تفاصيل كثيرة جدا مرتبطة بمجيء المسيح لكن انا بكلم على على الاساس على الجوهر ان الايمان كلنا كمسيحيين بكل طوايفنا نؤمن بالمجيء التاني للمسيح وان اختلفنا في بعض التفاصيل والتفصيلات المرتبطة بالمجيء لكن حقيقة مجيء لا يستطيع احد ان ينكرها حاجة الاخيرة والمهمة ايضا ان الخلاص هو عطية الله يعني ايه يعني ما ينفعش اقول انه انا هعمل علشان اروح السماء وما ينفعش اقول انه انا كويس فهروح السماء انا خاطئ والخلاص هو عطية الله وهذا الخلاص اناله فقط بالايمان بيسوع المسيح بشخصه وبعمله الذي صنعه لاجلي خلاص بالنعمة الاعمال بتتبع الايمان لكن الاعمال في حد ذاتها ليست كفيلة نهت والدين السامة وإلا يكون المسيح قد مات بلا سبب الخلاص هو عطية الله بالايمان امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك لان كل من يدعو باسم الرب يخلص فدي التمن حقائق دول اساسيين جدا وجوهريين جدا ودول اللي بيلخص لنا المسيحية من وجه نظري في امور اخرى وديتيلز اخرى تحت كل واحدة من دول لكن انا بكلم على الجوهر في حد ذاته طبيعة الايمان المسيحي تتلخص في هذه الحقائق مجتمعة معا وكل من امن بقلبه وقبل يسوع قلص وكتب اسمه في سفر الحياة وصار ابنا لله وغفرت قطايا دي المسيحية ناخد واحدة واحدة من هذه الحقائق وقف قدامها كده بس يعني دقايق معدود دقايق دي كل واحدة من دول لها يعني كرس كامل ممكن يعني الواحد يدرس عن طبيعة الله كرس كامل لمدة ست شهور أو طبيعة الإنسان أو طبيعة الشخص يسوع المسيح يعني في برنامج قريب بإذن يسوع هيتزاع أيضا على قناة الحياة وهو اسمه المسيح من هو وده نسجلنا بس في 74 حلقة كل حلقة ربع ساعة غطينا بس يمكن ثلاث يعني حقائق مرتبطة بشخص المسيح بأزليته وبلهوته وبطبيعته اللهوتية وتجسده ولسه ما دخلناش لسه لا في الألام والصليب والقيامة إلى آخره لكن عايز أقول لحضرتكم أنه ده موضوع كامل متكامل لكن أنا أتكلم النهاردة بصفة عام عشان اللي ييجي يقول لنا ممكن تلخص لنا المسيحية في إيه ممكن تلخص لنا الإيمان المسيحي طبيعته إيه الإيمان المسيحي طبيعته 1-2-3-4-5-6-7-8 الإيمان المسيح هو الإيمان بطبيعة الله الله الواحد مثلس الأقديم طبيعة الإنسان المخلوق على سورة الله وشبهه لكنه سقط وانفصل عن الله واحتاج إلى فداء الإيمان أيضا بأن يسوع المسيح كلمة الله الأزلي أتى إلينا متجسدا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الإيمان بأن المسيح تألم ومات من أجل خطيانا الإيمان بأن المسيح قام في اليوم الثالث بحسب الكتب الإيمان بأن المسيح سيأتي في مجيئه الثاني لكي ما يدين الأحياء والأموات الإيمان بأن الخلاص هو عطية الله مقدم إلى كل إنسان والإنسان يحتاج أن يؤمن بالمسيح لكي ما ينال هذا الخلاص ويخلص ده الإيمان المسيحي طبي الصلاة الصوم ما عندكمش أي فرود ما عندكمش أي واجبات ما عندكمش ده كل حاجات بتيجي في حياتنا وسلوكياتنا كمؤمنين وفي علاقتنا مع الرب لكن جوهر الإيمان هو ده هي دي الحقائق ويمكن اللي لخصها لنا كويس كمان قانون الإيمان إنه قوي في البداية إحنا نؤمن بإله واحد ده خالق الكل ده بالسماء والأرض وبربنا يسوع المسيح ده لخص لنا أيضا الإيمان المسيحي لكن الإيمان المسيحي لخصته في ثمان أشياء الحقيقة الأولى حقيقة الأولى وهي إيمان في طبيعة الله نؤمن بإله إيه واحد صدقوني إحنا بنؤمن بإله واحد إحنا مش بنؤمن بثلاث أليحة ولا بنؤمن إنه الآب تزوج وارتبط بزوجة وكان عنده زوجة وجاب لنا ابن دي كلها خرافات نؤمن بإله واحد موجود بذاته يعني مش محدش أوجده وبما إنه هو موجود بذاته ومحدش أوجده يبقى سرمدي بمعنى إنه إله أزلي أبدي لأن كل من خلق كل ما خلق له مسبب وله بداية أما الله فليس له مسبب هو مسبب لكل الأشياء هو الخالق لكل الأشياء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لكن طبيعة هذا الإله الواحد وطبيعة هذه الوحدنية هي وحدنية جامعة ثلاثة أقنيم أب وإب وروح قدس الله بذاته الله بكلمته الله بروحه وعش كده الرب واضح جدا في كلامه منذ القديم لشعبه اللي هي بنسميها اسمع يا اسرائيل اللي بيسميها اللي بيسميها بالانجلش دا جريتش مع أو النص اليهودي بيحفظه وبيردده وبيكتبه وبيعلقه يعني هو دا يعتبر جوهر إيمانه إيه بقى جوهر الإيمان دا وانا اللي زي اللي قلنا عنه الكتاب المؤدس اسمع يا اسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قدرتك اسمع يا اسرائيل شميع اسرائيل أدناي إلهين أدناي أخاذ الرب إلهنا رب واحد رب واحد ودي أيضا أله لنا رب يسوع فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وما لجبنا منين ثلاث أليحة إحنا ما جبنا هاش إنتو اللي جبتوها إنتو اللي مش فاهمين إيماننا فبتدعوا علينا تدعوا علينا أمور ليست موجودة في إيماننا المستشار أحمد ماهر وهو شخص مستنير وعالم جليل حاول إنه يشرح الجزء دوا في فيديو كده صغير هنشوفه وهو بيحاول يعني يوصل الحقيقة دي حقيقة إيماننا المسيحي يوصلها للمسلم بكلمات يمكن المسلم يقدر يفهم خلون خلون نشوف الفيديو الأول ونرجع نعلق عليه المسيحي المسيحي ليس بكافر ليه لأنه بيقول بسم الآب والابن والروح القدس ويروح ضمامهم على بعض كده إله واحد أمين مش بيقول كده بيقول طب إنت بتقول إيه بقول بسم الله الرحمن الرحيم وتضمهم على بعض كده وتقول لا إله إلا الله مش كده ولا إيه يبقى هو لا يعني شخصية أخرى وبعدين ما تقولوش لم يالد ولم يولد هو ما قالكش إنه ولد سيدنا عيسى عشان تقول المسيحي قوله والله واحد الله الصمد لم يالد ولم يولد أنا ما كان لو طوف أن أحد تبقى متنرفز هو قالك إنه الله خلف سيدنا عيسى ما قالكش طبعا هو حاول يحط المفهوم المسيحي بكلمات يمكن المسلم يقدر يفهمها لكن فعلا إحنا لا نؤمن بتلات أليحة عدم فهمك لإيماني ما يدكش الحق أن أنت تطعني في إيماني افهم الأول إيماني المسيحي قبل من ت تطعن في إيماني المسيحي لم يالد ولم يولد وكل الفكر اللي عندوكه طبعا عن الولادة هو فكر جسدي ودي كانت بدعة موجودة قديما جدا والكنيسة حربتها وانتهت مع الوقت كويس كان يطلق عليه إنه ثلوس المريمين إنه الله تزوج بمريم وأنجيب المسيح فين في الكتاب المؤدس فين دون في الكتاب المؤدس ده الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تزليلك والمولود منك يدعى ابن الله والقدوس المولود منك حقيقة مهمة جدا نؤمن بإله واحد طبعا ده إيمان ضد الإلحاد كويس يعني إيمان المسيحي هذا بيؤمن بحقيقة وجود الله وأول عبارة في الكتاب المؤدس بتقول في البد خلق الله السماوات والأرض بمعنى إنه حقيقة وجود الله حقيقة مهمة جدا وأساسية جدا ومفروغ منها يعني مفروض ما فيش فيها نقاش يعني زي ما واحد كان في مرة حاطت كده قالك حاطت صورة لجسم الإنسان بالعضلات والخلايا بتاعته وقالك يبقى واقف قدامك وجسمه مكون من عشرين مليون ولا تريليون خلية وهذه الخلايا كلها بتشتغل بتناغم غير عادي مع بعض ويقولك ربنا مش مجود أنا 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 جيد كده بالصدفة حقيقة وجود الله وطبعا وجود الله لي أدلة كتير ممكن نتكلم عنها لكن هذه الحقيقة حقيقة وجود الله حقيقة ثابتة مش بس الإنسان بيشهد عنها لكن السماوات تحدث بمجد الرب والفلك يخبر بعمل حتى الطبيعة بتؤكد لنا وجود إله دي أول حقيقة في الإيمان المسيحي عشان أبقى مؤمن لابد أن أنا أؤمن بوجود الله ولابد أن أنا أؤمن بوجود الإله الأزلي السرمدي وعلى فكرة طبيعة الله الله روح الله روح يعني 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 في الإيمان الإسلامي الحقيقة دي مش موجودة لأنه الله بحسب الفكر الإسلامي الله جالس على العرش والعرش ده بيشيله ست ملائكة الله له حدود معينة وكل من له حدود له حيز لوجوده يبقى غير كل الوجود أما الله في الكتاب المؤدس فهو روح كل الوجود كل العلم كل المعرفة كل القدرة وطبيعة الله مثلس من حيث الجوهر الجوهر واحد لكن مثلس الأقانيم من حيث الأقانيم الله واحد دي أول حقيقة في الإيمان المسيحي اللي بيبنى عليها الكتاب مؤدس كله وإعلان الله كله حقيقة وجود إله واحد ما عندناش أليها ولا تعدد أليها ولا ثلاث أليها عندنا إله واحد حقيقة التانية هي الحقيقة المرتبطة بخل الإنسان نؤمن بأن الإنسان خلقه الرب على صورته وشبهه ولهذا للإنسان قيمة كبيرة عند الرب في عين الرب الإنسان أنا وإنت كبشر إحنا مش زي بقية الحيوانات إحنا مش مخلوقين زي بقية الكائنات الإنسان له قيمة هذه القيمة أعطاها له الرب عندما خلقه عندما خلق الله الرجل والمرأة عندما نفخ الله في أنفه نسمة حياة عندما قال الرب أيضا وبركهما وقال لهما كثرة واملأ الأرض واخضعوها وتصلته على كل سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل دبيب يدب على وجه الأرض الإنسان خلق لكي يكون نائب لله على هذه الطبيعة الخليقة اللي ربنا خلقها ممثل لله الإنسان أيضا خلق لمجد الله للعلاقة مع الرب وعشان كده ما ينفعش إن احنا نقول نأكل ونشرب لأنه غدا نموت لا احنا مخلوقين لحاجة أكبر من كده وأفضل من كده وأجمل من كده عش كده حتى المرنم يقول من هو الإنسان حتى تذكره وابنه آدم حتى تفتقده تنقصه قليلا على الملائكة بمجد وبهاء انكللته صلته على جميع أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الإنسان عشان كده سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه إن ربنا بيدين الإنسان الذي يقتل إنسان استغرب على هؤلاء الذين ملاهم فك شيطاني بإنه اقتل البشر الغير مؤمنين بعقدتك علشان تروح السماء أو تروح الجنة عند الله وكأن السماء أو الجنة هي مكان للقاء مجرمين قاتلي قاتلي الناس وهو لا يعلم أن وصية الرب هي لا تقتل لا تقتل وعش كده الإيمان المسيحي علمنا أيضا كده يجي يقولك لا لا بس الكتاب المؤدس مليان كله حروب مليان كله قتل مليان كله عنف وكلمنا عن حتى العنف في العهد القديم وشرحتها في ثلاث حلقات أو أربع حلقات وربعات لكن لا توجد وصية في الكتاب المؤدس بتقولي أنا النهاردة كأشرف أن أقتل غير المسيحي ولا توجد وصية في الكتاب المؤدس بتقولي إن أنا أبغد غير المسيحي ولا توجد وصية في الكتاب المؤدس بتقولينا كمؤمنين كمسيحيين نحارب غير المسحي بل الوصية التي علمنا إياها رب المجد هي أنك تحب الرب إلهك وتحب قريبك مثل نفسك أحب أعداءكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم الإنسان الإنسان ربنا خلقوا بحرية كائن حر وعشان كده البلاد الغربية لأنها اتبنت على فكر الكتاب المؤدس ونظرته للإنسان منحت للإنسان حرية التعبير عن الرأي ومنحت للإنسان حرية التعبد والديانة أما في البلاد الإسلامية فحرية التعبير عن الرأي غير مكفولة وحرية التعبد أيضا غير مضمونة قيمة الإنسان الحقيقة التالتة وحقيقة مهمة جدا أن الإنسان اللي ربنا خلقه عنده مشكلة أصابوا مرض انتشر فيه الفساد والإثم والخطيئة ودايما عندنا سؤال إذا كان ربنا هو خلق الإنسان يبقى الغلط في الإنسان ما في حاجة غلط في الإنسان what's wrong في الإنسان يعني يا ربنا عمل كائن جميل جدا وراء الله أن مصانع وايز هو حسن جدا طب إذا كان هو حسن جدا للإنسان صار بهذا القبح وبهذا الشر طمع شهوة نجاسة غضب رغبة في الانتقام شر إثم أتل سبي ايه الغلط في الإنسان الغلط في الإنسان أنه سقط ما فيش ولا واحد حتى من علماء الاجتماع يقدر ينكر أن الإنسان عنده مشكلة سميها زي ما تسميها لكن الإنسان عنده مشكلة حتى في البلاد الغربية على فكرة ما يجعل الإنسان في البلد الغربي مثلا غير متحرش مش لأنه كويس ممكن تكون التربية والمدارس يعني بتوجه الإنسان صح لكن ما يجعل الإنسان في البلاد الغربية مثلا غير متحرش هو القانون آه القانون لأنه six offenders دول أو المتحرش القانون بيعاقبه مدى الحياة للدرجة أنه لو حبيت أن أنت تسكن في حتة وعندك ولاد كويس مدينة معينة أو مكان معين أنت ممكن تدخل على النت وتشوف كام واحد متحرش تم الأبد عليهم ويقولك أنه دول موجودين في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني وغير مسموح لهم أن يكونوا ساكنين جنب مدارس فيها أطفال وغير مسموح لهم يكونوا ساكنين في حتة معينة ويكونوا أيضا تحت المرأبة إلى آخر هذه الأمور فما يجعل الإنسان كويس هو القانون هو القانون لكن الإنسان بطبيعته بطبيعته وحش شيل القانون كده وشوف الإنسان هيعمل إيه وشكده الإنسان عنده مشكلة مشكلة الإنسان ليست في التربية وليست في التعليم وليست في المستوى المادي مشكلة الإنسان جواه في قلبه إنه من الداخل تخرج الشرور قتل زنة فسق عهارة دعارة نجاسة من الداخل وشكده المسيحية قدمت العلاج اللي يحل مشكلة الإنسان الداخلية دي الحقيقة الثالثة الحقيقة الرابعة مرتبطة بشخص يسوع المسيح من هو يسوع المسيح إذا قدمنا نفهم الثلاث حقائق الأولانين دول إن الله الخالق الله الذي خلق الإنسان والإنسان عنده مشكلة يبقى نيجي عند سؤال مهم جدا أوكي وإيه هو العلاج النهاردة كلنا في العالم منزعجين بسبب فيروس كورونا وكل البلاد بتحاول إنها تعمل احتياطاتها كويس احتياطاتها الطبية والسؤال اللي دايما بيطرح هل هناك في دلوقتي علاج لفيروس كورونا هل فيه فاكسين معين نقدر ناخده يحصن من الفيروس اللي موجود والمنتشر في العالم ده ولا لا فاليبخت الشركة اللي هتنتج هذا العلاج أولا والعلماء بيتصابقوا إنه يكون فيه علاج خلال الشهور اللي جاية فأنا عندي مشكلة وبندور على حل هذه المشكلة أنا كإنسان أو كبشرية عندنا مشكلة الله عمل العلاج الله دبر العلاج لي أنا كإنسان العلاج إنه الإنسان مرة تانية يرجع للشركة مع الله طب ازاي يرجع للشركة مع الله الإنسان ما يقدرش يروح للرب بطبيعة الخطئة هو به رب من الله عشان كده الرب آتى إلينا في شخص يسوع المسيح يسوع المسيح الكلمة الأزلي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس لكن يجي أيضا في عدد 18 والكلمة صار جسدا وحل بيننا بمعنى أن الكلمة اتخذ جسدا وهنا بنيجي للتجسد أن التجسد ليس معناه تغير فالله إن الله لم يتحول إلى إنسان لكن التجسد معناه أن الكلمة الأزلي اتحدى بجسد اتحاد اللهوط بالنسوت وده بنشوفه في الأنجيل أو لم نقرأ مش بس في الأنجيل لكن كمان بنقرأ عنه كنبوات في العهد القديم واللي يدرس فينا كلمة الله يعرف إنه هناك نبوات كثيرة تكلمت عن مجيء المسيح تكلمت عن مكان ميلاده تكلمت عن طريقة ميلاده تكلمت عن عمله الكفاري تكلمت عن معجزاته تكلمت عن تعليمه تكلمت عن طبيعته كشخص تكلمت أيضا عن فداء الذي سأصنعه هذا هو مخلص العالم عشان كده مهم جدا إنه أعرف إنه الله دبر لي الحل والله عنده العلاج أن يسوع المسيح كلمة الله الإبن الأزلي تجسد وولد من عذراء صار جسدا صار جسدا حقيقة مهمة جدا 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 في الإيمان المسيحي ومنفعش أكون مسيحي دون الإيمان بأن كلمة الله تجسد ومنفعش أكون مسيحي دون الإيمان بأن يسوع ولد من عذراء حقيقة رقم خمسة في إيمان المسيحي لماذا تجسد المسيح ولماذا أتى إلى علمنا ولماذا أعاش على هذه الأرض المسيح أتى لكي ما يفدينا عشان كده نؤمن بأن يسوع المسيح تألم ومات على الصليب كذبيحة كفارية عن خطيانا ودي الحقيقة اللي الإخوة المسلمين مش قادرين يفهموها ليه لأن هو بيقول الله مش محتاج يعمل ده كله أنا أخطأت في حق الله كويس فالله عنده مطلق الحرية أن يقول يا فلان أنت أخطأت في حقي أنا أخفر لخطيك وروح فأمشي كويس مش محتاج بقى أنه 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 المسيح ييجي ويتقلم ويموت الكفارة فكرة الكفارة عند الإخوة المسلمين مع أنه بمذكورة أنه الله زي يفتدى أيضا إسحاء بكبش والكفارة موجودة لكن لكن هو بيرفضها لأنه من خلال رفضه هو بيرفض عمل المسيح لكن كفارة حقيقة لأن الله عادل ولأن أجرة الخطيئة موت ولأن الله محب وعدل الله ومحبة الله لازم يلتقوا مع بعض لأن الله كامل في صفاته فمش ممكن أبدا أن الله يكون رحيم على حساب عدله ومش ممكن أبدا أن الله يكون عادل على حساب رحمته كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا الأخوة المسلمين عندهم مشكلة مع الصليب وفي كل المناقشات بيحاول أن ينكر حقيقة الصليب مع أنه حقيقة الصليب لا يمكن أبدا أن تنكر تاريخيا لكن هناك دايما دافع إلى إنكار موت المسيح في فيديو آخر برضو بيحاول المستشار أحمد ماهر أنه يعني يقول إيه مشكلتكم كمسلمين مع الصليب ويمكن بيحاول أنه يوضح وجهة نظر المسلمين مع الصليب ويحاول يصالحها مع وجهة النظر المسيحية فخلونا نشوف الفيديو التاني ونرجع نعلق عليه أنت لم تكرر الصليب نعيز أنت أنا أسألك أنت مزل تقول لك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه يا عم ما عارف أي والله بس أنت بتكرر وليه برضو يعني أنا عارف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم عارف هم بقى بقول أنه تصلب أنا بقى بقولك إن عندهم حق جان هارس ودومتين بسبعين طين أنت كفرت بتقول أنهم عندهم حق أنا ملا كفرت ولا حق أنا ما كفرتش بس بص افهم 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 ربنا بيقول إيه هم شافوا جماعة المسيحيين القدامة شافوا سيدنا عيسى وهو بيحمل الصليب وبعدين ربطوا في الصليب ورفعوا على الصليب قدام عينيهم ومش واحد ولا اثنين من شو أنت بتقوله شاهدك قتلك ده جمع رهيب وبكاء ونحيب موقف رهيب ورفعوا على الصليب ودي حقيقة موقف رهيب جموع كثيرة جدا ولا يوجد عندنا تاريخيا من يستطيع أن ينكر صلب المسيح تاريخيا طبعاً لأن الصليب هو قوة الله للخلاص هو أكتر حاجة بهاجمها إبليس وإذا نجح إبليس أنه ينزع الصليب وأهمية الصليب يبقى نجح في أنه يبعد الناس عن الخلاص ويقودهم للهلاك أوش كده أنا من على هذا المنبر على هذا المنبر ونعرف أنه كثير من المشاهدين مثقفين ويحبوا الإراية والبحث شجعك أنه أنت تقوم بدورك كباحث كقارئ عايز تعرف الحق أنه أنت تدرس موضوع حقيقة صلب المسيح وتقارن ما قد سجلته الأنجيل والتاريخ الغير مسيحي الأدلة لكثيرين من المؤرخين الغير مسيحيين سواء يهود أو رومان وتقارنها بما قد سجل في الكرآن وتوصل بذاتك إلى قرار إلى تلخيص أعتقد لو أنت قمت بالدور ده هتوصل إلى نتيجة أنت نفسك تندهش منها أن المسيح مات ودفن وهو مجروح لأجل معصينا مصحوك لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا في صليب يسوع المسيح حمل يسوع المسيح خطيايا نيابة عني ودفع تمن خطيايا على الصليب وحررني من الدينونة والهلاك حقيقة صلب المسيح حقيقة رقم ستة حقيقة القبر الفارغ إذا هو أنا مهم جدا أؤمن أن يسوع قد قام من بين الأموات علشان أكون مسيحي حقيقيا أيوة طبعا بكل تأكيد لأن نحن لا نعبد إلها أو لا نعبد شخصا مات ودفن وقبره عندنا بنزوره لحد اليوم نحن نؤمن بأن يسوع المسيح حي وهو حي إلى أبد الآبدين عبادتنا هي عبادة لشخص حي قام من بين الأموات وقيمته هي برهان طبيعة شخصه أدلت برهان قوي جدا على لهوته برهان قوي جدا أيضا على أنه قد أكمل في دائي وخلاصي برهان قوي جدا أيضا وضامن لي في المستقبل أن قيامة المسيح صارت أيضا ضامن لقيامتي أنا كمؤمن عش كده رسول بوليس قال لو المسيح ما كانش قام يبقى باطل إيماننا وباطل انقرازتنا وأحنا ما زلنا بعد في خطايانا قيامة المسيح وتوجد كتب كتيرة في العربي تكلم عن قيامة المسيح في كتاب مترجم جميل اسمه من دحرج الحجر في كتاب أيضا المسيح من هو في فصل كامل عن قيامة المسيح زي ما في فصل كامل عن التجسد وفي فصل كامل عن موت المسيح وتألم المسيح وصلبه هناك أيضا فصل كامل عن قيامة المسيح المسيح قام حي عشان كده نستطيع أن نصلي له عشان كده هو قال هأنا معكم كل الأيام الشخص اللي مات ودق ودفن ما نفعش يقول الكلام ده هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الضر ما نفعش هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الضر وعشان كده أيضا هو قال إن اجتمع اثنين أو تلاتة بإسمي هناك أكون في وسطه لأنه حي لأنه حي عش كده أقدر أقول يا أيها الحي الذي حي في داخلي مدمت حيا سيدي فلا انكسار لي شكرا لك في موكب النصر تقودني يبقى شعاري دائما يسوع حي في حقيقة السبعة هي مجيء المسيح ثانية ليدين الأحياء والأموات وإحنا كمؤمنين مسيحيين عايشين ومنتظرين وطالبين سرعة مجيء لكن آخر حاجة ومهمة جدا طب كيف أخلص الخلاص مؤسس على الإيمان بشخص يسوع المسيح هو عطية الله نعم عطية الله كل من يؤمن بيسوع المسيح يخلص ليس من أعمال لأنه ما ينفعش ما ينفعش أقول أنا هروح السماء علشان أنا بصوم وصلي أو علشان أنا بدفع كذا وبعمل كذا ما ينفعش لأنه كل أعمالنا هي لا شيء أمام الله وما لإيه الخلاص هو عطية الله عطية مقدمة من الرب ليك ولي ولكل البشر كل اللي مطلوب مني إن أفتح إيدي وأمد إيدي واخد أعطيت الله المقدمة لي أفتح قلبي ليسوع المسيح أطلب أن يسوع المسيح يخلصني يملك على حياتي يجعلني ابنا له هذه هي المسيحية باختصار أن تفتح قلبك ليسوع المسيح فتكون له ابن إلى الأبد نلتقي في حلقة جديدة فسلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر